ماذا يحدث في كندا؟ إن الإحصائيات التي قامت بها وزارة العدل الأمريكية تؤكد أن أكثر أنواع العنف المنزلة بين هؤلاء الشاذين جنسيا يعني ستظهر أمراض جنسية وبكتيريا وفيروسات جديدة باستمرار ما دمت أيها الإنسان تصر على هذه الفواحش وتظهرها وتعلن بها حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ماذا يحدث في كندا من تحريض على المثلية الجنسية حرائق الغابات هل هي عقوبة من الله أم ظاهرة طبيعية أحبتي في الله سبحان الله الملحد يناقض نفسه تماما هناك دراسات علمية لجامعات مرموقة تؤكد أن الشذوذ الجنسي أي أن يجتمع رجل مع رجل على خلاف الفطرة التي فطر الله الناس عليها أن يأتي الذكر الذكر هذه الظاهرة مدمرة للأسرة والمجتمع والجسم أيضا يعني الإحصائيات تقول إن هؤلاء المثليين هم أقصر الناس أعمارا الشيء الثاني الأمراض المنقولة جنسيا تنتشر بشكل أكبر ما يكون بين الشاذين جنسيا بعض أنواع السرطان المؤلمة جدا مثل سرطان الشرج يضرب بشكل أساسي هؤلاء الشاذين طيب أنتم يعني أنا أخاطب الآن علماء الغرب الذين هم من صدروا لنا هذه الدراسات هم من يقولون لنا إن الإحصائيات التي قامت بها وزارة العدل الأمريكية تؤكد أن أكثر أنواع العنف المنزلي بين هؤلاء الشاذين جنسيا طيب لماذا تحتفلون بالشذوذ الجنسي يعني هذا هو التناقض هذا هو الذي أخبر القرآن عنه ماذا قال الله تبارك وتعالى قال في سورة قاف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أي مضطرب متناقض مختلف بالفعل متناقضون يعني بالأمس تحدثنا عن بكتيريا عنيفة تستهدف فقط الشاذين جنسيا وتحدثنا أن نسبة الأمراض المنقولة جنسيا والخطيرة والمدمرة والمكلفة للدولة زادت بنسبة كبيرة عند إباحة زواج المثليين هذه كلها الدراسات موفقة أيها الأحبة طيب بدلا من أن تحذر الناس من مخاطر الشذوذ الجنسي على صحة الأطفال وعلى سلامة المجتمع والأسرة طيب بدلا من أن تنبه الناس على خطورة هذا العمل والأضرار الهائلة التي يسببها للإنسان تحتفلون وتشجعون وتعاقبون من يخالف هذا الأمر يعني هذا من غرائب الملحدين أنا أسميه أنك بهذه اليد تعطيني دراسة علمية موثقة تقول لي أن أخطر عمل وأسوأ عمل يمكن أن يقوم به الإنسان هو الشذوذ الجنسي مدمر للحالة النفسية ومدمر للجسد ومدمر لنظام المناعة يساهم في نشر الإيدز فيروس نقص المناعة ومدمر للأسرة لأن العنف المنزلي ينتشر بشكل كبير بينهم ومدمر للعمر أيضا يقصر العمر كل هذه الدراسات تعطونيها بيد تقدموها باليد الأولى وباليد الثانية تقولون يجب أن نبارك زواج المثليين ونتعاطف معهم وندعمهم طيب بالله عليكم حتى لو كان هذا الكلام مقبول ما ذنب هؤلاء الأطفال بأعمار بسيطة جدا يعني قبل سن البلوغ أطفال صغار إدارة المدارس تضع أعلام قزقزح المثلية الجنسية ويحتفلون بل يخصصون شهرا يسمونه الشهر الفخر أي يجب أن تفتخر بأنك شاذ جنسيا سبحان الله هذه الحرائق تزامنت مع هذا الفجور وهذا الشذوذ أنا أؤكد لكم أيها الأحبة أن هذه الحرائق عقوبة من الله هي إنذار هي ليست عقوبة من معنى عقوبة لأن العقوبة هناك أيها الأحبة في نار جهنم والعياذ بالله هنا إنذار الله تعالى يقول ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون قبل أن أكمل هناك بعض من يقول طيب هذه الحرائق قد تصيب بلد مسلم وتهلك أناس أبرياء وحتى هناك أناس أبرياء أيضا ليس كل المجتمع شاذ وليس كل الناس موافقون على هذا العمل ربما تكون قلة قليلة ولكنها المسيطرة أقول أيها الأحبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الطاعون وباء الطاعون ماذا قال أكد هذا الحبيب أن هذا الوباء هو بقية من رجز وعذاب أرسل على أقوام ممن سبقونا ولكنه يصيب المؤمن والكافر بالنسبة للمؤمن هو بلاء وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ويؤجر عليه وإذا مات يموت شاهدا بشرط أن يكون صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إذن بنفس الوقت أخي الحبيب هذه المعادلة يجب أن نفهمها لنفرض وقع حريق أو وباء أو زلزال في بلد المؤمن هذا الزلزال أو هذا الحريق أو هذه الكارثة بالنسبة له حسب ما علمنا القرآن وما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من الله يريد الله سبحانه وتعالى أن يختبر قوة صبرك على هذا الابتلاء إذا صبرت فلك الجنة لأننا في النتيجة كلنا سنموت لن يبقى أحد على هذه الأرض قد تموت على فراشك تموت في معركة تموت في حادث يعني الكل بالنتيجة سنموت يعني إنك ميت وإنهم ميتون وبالتالي أيها الأحبة يعني ينبغي أن نتعذ ينبغي يعني أنا كمؤمن أؤمن بالله عز وجل وأؤمن بالقرآن العظيم ينبغي أن أتعذ وأخذ العبرة ولا أنتظر حتى يصيبني البلاء يجب أن أحذر من هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء وهذه الظاهرة حذرة منها النبي عليه الصلاة والسلام بل تنبأ بها صلى الله عليه وسلم في زمن الجاهلية أيها الأحبة عندما يأتي رجل رجلا آخر كان هذا شيء معيب جدا يعني هذه الفاحشة كانت معيبة جدا بحق الرجال لأنها تخدش رجولة الرجل فكان العرب ينفرون منها جاء النبي عليه الصلاة والسلام في زمن لم يكن أحد يتوقع أن يصبح الشذوذ أمر منتشر بهذا الشكل ويحتفل به ويحتفى به ويكرمون من يقومون بهذه الفاحشة النبي ماذا قال في ذلك الوقت؟ قال عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة أو من علامات الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء صلى الله عليه وسلم حديث دقيق جدا يصف الواقع اليوم هذه الظاهرة بدأت في دول الغرب قبل مئة سنة كانت هذه الظاهرة الشبه منعدمة اليوم أنظروا تصل إلى عشرة بالمئة أحيانا في بعض المناطق ظاهرة الشذوذ هذه لذلك أخي الحبيب ثق تماما ما دامت هذه الفاحشة ستستمر سيستمر معها العذاب والكوارث والأمراض التي ستظهر كل يوم لم تكن معروفة في الماضي مثل الإدز وغيره والنبي عليه الصلاة والسلام أكد أيضا هذه الحقيقة العلمية التي اليوم نراها بالأرقام نرى أوبئة لم تكن معروفة من قبل مثل الكورونا ومثل الإدز وغيرها جنون البقر إلى آخرين انظر معي أخي الحبيب إلى هذا الحديث النبوي الرائع الذي يؤكد أنه ما ظهرت الفاحشة في قوم ما معنى ما ظهرت أي أصبحت علانية ظهرت من الظهور أي الانتشار الواسع ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها أصبحت معلنة في المدارس في الجامعات في الشوارع على شاشات التلفزيون إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا يعني ستظهر أمراض جنسية وبكتيريا وفيروسات جديدة باستمرار ما دمت أيها الإنسان تصر على هذه الفواحش وتظهرها وتعلن بها لذلك أخي الحبيب حقيقة أنا درست آيات القرآن وتبين لي وهذه حقيقة واضحة يعرفها أي شخص قرأ القرآن أن القلة القليلة فقط هم الذين سيحصلون على رحمة الله ورضا وجنة خذ هذه الأمثلة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثركم للحق كارهون وقليل من عبادي الشكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم لاحظ معي أخي الحبيب دائما القرآن في كلمة أكثرهم وأكثركم وأكثر تجد أن النسبة العظمى من الناس لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يشكرون لا يؤمنون لا يعقلون إلى آخرهم ويقول أيضا ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس كثير لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل انظر معي هنا أخي الحبيب كن أنت من هذه القلة القليلة لا تلتفت إلى الكثرة إلى الدهماء كن أنت من المصطفين الأخيار سأعطيك مثال فقط لصدق ما أقول ربما يستغرب البعض يريد أن يقول تريد أن تضيق رحمة الله لا رحمة الله أوسع من الكون ورحمتي وسعت كل شيء ولكن الملحد هو من يضيق رحمة الله عليه هو من يرفض رحمة الله قوم لوط الذين مارسوا هذه الفاحشة وهذا الشذوذ على الرغم من أن سيدنا لوط عليه السلام أنذرهم وحذرهم ونصحهم وبذل كل جهده سنوات طويلة وهو يبذل الجهد والنصائح والعلم والمعرفة وبعد كل هذه السنوات كم واحد آمن معه ولا واحد فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد فقط هو بيت سيدنا لوط حتى زوجته ذهبت معهم كانت كافرة تخيل معي أخي الحبيب بلد فيه آلاف الناس ربما عشرات الآلاف ربما مئات الآلاف لا نعلم قوم لوط كلهم أخذهم العذاب وهم في جهنم طبعا باستثناء شخص واحد مع أولاده أو بناته يعني عائلة واحدة فقط من آلاف العائلات خذ مثال سيدنا نوح عليه السلام أنا أعطيك من القرآن العظيم لأنني سمعت شخص يقول معظم الناس سيدخلون الجنة طيب ورحمتي وسعت كل شيء الله قادر على كل شيء ولكن نحن أمامنا نصوص قرآنية يجب أن نقرأها نتدبرها نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما كم واحد آمن معه ماذا قال الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل حتى ابن سيدنا نوح وامرأة نوح ذهبوا مع الكفار ابن سيدنا نوح قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء ومات كافرا وحتى أبوه سيدنا نوح لرغم من إخلاصه وصبره وتحمل أذى قومه تسعمائة وخمسين سنة طلب من الله قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يعني يا رب لو تدخله الجنة مباشرة حذره الله قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين حذره أن هذا ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وبالتالي أخي الحبيب لا يوجد واسطات عند الله عملك هو من لا تقول لإنسان ملحد مستكبر شاذ أمضى حياته في الكفر والإلحاد ثم تقول لي هذا الإنسان سيدخل طيب يا أخي لو أراد الله أن يدخله الجنة لهذا الله قادر وبالتالي أخي الحبيب يعني يجب أن نتعذ أن نعود إلى الله عز وجل أن نعتبر من الظواهر التي حولنا نعتبر من هذه الكوارث التي تحدث اليوم في العالم هذه المجاعات هذه الحروب هذه الحرائق هذه الزلازل أنت معرض في أي لحظة أن ينتهي أجلك وتجد نفسك وحيدا أمام لقاء الله عز وجل ماذا قدمت هل تنتظر حتى تقول يا ليتني قدمت لحياتي هل تنتظر أن هذه الحسرة ينبغي أن نعود إلى الله أخي الحبيب وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونوصل الخير للناس يعني أنا بالنسبة لي للشاذين جنسيا يا أخي والله أنا أحب لهم الخير هذا الشذوذ يسبب أمراض خطيرة يا أخي أنا أحب لك الخير ليست مشكلة أنك مسلم أو غير مسلم أو تصلي أو لا تصلي أو تقرأ القرآن لا اتباع تعاليم الله عز وجل يمنحك السعادة والطمأنينة في هذه الحياة الحياة المستقرة لا يمكن أن تحصل عليها إلا باتباع تعاليم الإسلام فالذي يبتعد عن هذا الشذوذ هذا مكسب يكسب حياته وجسده وسعادته أيضا ظاهرة الانتحار تكثر بين الشاذين جنسيا على فكرة الاكتئاب يكثر بين الشاذين جنسيا وكل هذه الدراسات نحن تحدثنا عنها من موقعنا الإلكتروني وعلى قناة اليوتيوب والفيسبوك تحدث كثيرا لا داعي لكي أعطيكم اسم الدراسة فقط أكتب الشذوذ الجنسي هذا أو المثلية الجنسية وأكتب وابحث عن مخاطرها على الإنترنت والدراسات العلمية المنشورة في هذا المجل لذلك نحن نحب الخير لجميع الناس حتى هذا الشاذ جنسيا أنا أتعاطف معه ولكن أتعاطف معه في الاتجاه الصحيح أتعاطف معه أحذره من الكارثة التي ستحيط به إذا استمر في هذا الطريق وليس أتعاطف معه أشجعه على مزيد من الانهيار حتى يهلك مثلا أو حتى يصيبه مرض أو حتى يصاب بأمراض منقولة جنسيا لا علاجة منها لا نحن نريد الخير لجميع الناس ونحب الخير لكل هؤلاء الناس ونريد لهم السعادة والحياة المطمئنة وشعارنا في هذه الحياة كما قال سبحانه وتعالى هي هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والحمد لله رب العالمين حتى يتبين لهم أنه الحق